ومعنا أول سؤال واتصاله النهاردة من أستاذة سلوة أستاذة سلوة تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام عليكم زي حضرتك يا دكتور فضل ونعمة الحمد لله دايما ربنا يدمها عليك يا رب نعمة الله يكرم حضرتك تفضلي بس أنا ليس سؤال عند حضرتك فمعليش يعني هتطور عليك دي طيب أنا حاول نختص ربقاء قدر الإمكان بس أنا عايز مع حضرتك تفضلي أنا زوجي أنا متزوجة بقى لي 20 سنة وزوجي في أول جوازنا حصل جماعي يعني في نهر مدوم وأنا ما كنتش أعرف أنه حرام فلما عرفت بقوله كده الغلط وكده قال لي ملكيش دعوة أنا المسؤول لأنه هو كان مريض سكر وكان بيفطر فبيقول لي ملكيش دعوة أنا اللي هشيل الزم فأنا بصراحة من ساعتها وأنا دايما بحس يعني هو ساعتها كان مريض سكر أه هو مريض سكر منه هو شاب أه فأنا من ساعتها وأنا دايما بحس بالزم عسيت بالزم بأكتر لما هو توفى هو متوفى بقى له سنة أه فأنا نويت قلت لأنا صوم الشهرين وبعدين لأنه أنا كده دايما حس بالزم فبنتي قالت لأ يا ماما اتسلب بالبرنامج واسألي طيب وهو كذلك وهو كذلك في سؤال تاني أستاذ سلوى لا شكرا لحضرتك ربني بارك فيك يا رب يعيز أستاذ سلوى أنا أعجابك وكمان عن صحك اللي حصل ده لم يكن حلالا وهو وإن كان هو يفطر لكن ليس من حقي أن يجامعك وأنتي بتصومي فإذا كان ده في الصيام فده أتلأ إحنا اللي بنفت به وده فتوى مستقرة إن الصيام الشهرين متتابعين على الزوج لكن المرأة بيبقى عليها أن تقضي يوما عن اليوم الذي أفطرته لأنها أفطرت بدخول شيء فيه جاو فيها فهو ده اللي يبقى عليك فأنت عليك يوم أن تقضي يوم واحد ده الفتوى ده اللي إحنا مستقرين على الفتوى فيه الحاجة التانية بقى إن النصيح تبقى لحضرتك آه طبعا فيه خلاف منفقها بس ده اللي إحنا مخترينه وماذا بس ده تشافه اللي أنا عايز أقول لحضرتك بقى بشكل واضح جدا 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 إن إحنا عدلوقتي عندنا يبدو والله أعلم بسبب بقى الوحدة وبسبب بعض الحاجات اللي حصلت لنا إن إحنا ابتدأ عندنا الوسواس يزيد فأنا عايزك تعالجي الوسواس ده بإنك أنتي ما تسأليش تاني تعملي اللي أنا أقولتك عليه وبس وتعمليه مرة واحدة وما تفكريش أنا عايزك تفكري في حاجات إزاي تملح حياتك فعالية وتملح حياتك نور وبركة وتملح حياتك كمان سعة بعد خاصة ما أزوج حداك توفي فأنا شايف إن ده مهم جدا جدا لك لأن الكلام ده فكرة إن أنتي تعملي كده أنا شايف إن ده جاي من مسألة الوحدة ومسألة الفراغ فأنا شايف إن أحدك أولا تسوم يوم واحد عن ده وبس وخلاص وانتهت المسألة وربنا إن شاء الله يكتب لك الخير والصحة والسلام على طول إن شاء الله